لما البلد بتعمل حاجة البلد ما عندهاش طرف طرف فلوس كده ما عندهاش ده البلد عندها ان كل حاجة بتتحط في المكان المطلوب اصدقاء مبارح في النادي بجري فلقيت يعني مجموعة من الناس بكلم منهم سيدة فاضلة من بين الموجودين بتديني حاجة صغيرة قوي مصر فقليلي حضرتك قلت بص انا اقولك على حاجة واحدة انا عندي ابني يالبي تقولي بيشتغل في القرية الزكية كان بياخد المشوار في ساعتين ساعتين ونص واحيانا ثلاث ساعات قلتت اخبار النهاردة ايه قلت النهاردة اربعين دقيقة خمسة واربعين دقيقة حكيت لحاجات تانية لما كان بيوقف بالساعتين والثلاث ساعات كان ممكن بيحصل له ايه يا جماعة ما هو خلي بالك لما ما هو ده شغل ما هديه فلوس ما حضرتك لما تيجي تقول ما هده ضغوط حصلت وديه ضغوط ايوة ما هالضغوط اللي حصلت هذا الرجل الرئيس مصر الرئيس عفتاح السيسي قبل ان يتولى قبل ان يخوض الانتخابات لم يخوض الانتخابات انه قال نعز يخوض الانتخابات كلنا الشعب المصري كله من الكبير للصغير وهو قائد عام لقوات المسلحة وتعامل توكيلات في يناير 2013 للرئيس في بورسعيد يناير 2013 يعني الاخوان كانوا بيحكموا ولما جه هتتحملوا كلنا قلنا ايه عايز اسمع كلنا كشعب قلنا ايه وقتها ايوة معاك يا رئيس يا جماعة المشاكل الوحدي ايوة يا رئيس الظروف صعبة يا جماعة ايوة كل ده اتذكره اكأنه الان انا شخصيا اتذكره كأنه بيحصل دلوقتي هذا الرجل كان شايف البلد لانه كان شايف قال يا جماعة انا عارف المشاكل اللي عندنا وانا عارف التحديات اللي بتواجهنا يا جماعة هنشيل مع بعض مفيش حد يشتغل لوحده ولا رئيس ولا حد يشتغل لوحده كلنا مع بعض تحملوا معايا حتى لو في حاجات صعبة ايوة يا رئيس مش قلنا ولا ما قلناش طيب لما هذا الرجل هو الرجل هذا الرجل محتاج اروح لهنا لا محتاج يعتمد محتاج يعتمد على ربنا اولا وعلى الشعب الكريم والعظيم ثانيا قوة تحملنا هل احنا ما زال لدينا قدرة على التحمل ولا لا والله باسأل السؤال وما حدش بالمناسبة في ايده عصة سحرية هي اوضاع مصري كده مية وخمسة مليون مفيش حد بيزيز زينا اصلا خالص وانتو عارفين اراداتنا كام وعندنا عجز كام بندفعه ومصرفاتنا كام واخديننا قروض قد ايه وبنسدد هنا وبنسدد هنا هو مثلا حد يخد قروض دي في طرفها مرتبات لا تعرف تتحرك ازاي تتحرك ازاي بعمل لك يعني لمية سنة جاية في كل حاجة هل دا كويس ولا دا وحش كنا بروح دول دول بدأت النهاردة دول بالمناسبة غنية وتمشى في مناطق فلاقي يعني بيوت قديمة جدا ايه جماعة الدول النهاردة كله النهاردة بتعامل مع منظومة يعني هدم القديم وبناء الجديد اما تبني النهاردة بلد وتبني مدن وتعمل كلام دا عشان ايه عشان ما يجيش وقت دي حصل زي دا حصل في مصر على مدار ستين سنة فاتوا انه كلنا متكدسين في القاهرة كلنا متكدسين في القاهرة فالقاهرة تشيل بدل ما هي مفترة تشيل خمسة ستة سبعة مليون عشرة مليون تشيل عشرين خمسة وعشرين مليون منين ما لازم نفسك تبقى كده ولازم تبقى عشويات كده ولازم تبقى الشهورة وقفة كده وزي ما قددت لكم الجايكا في الفين وعشرة اليابانية قد له مصر عشانين وثلاثين لن تتحرك ما فيش حركة شهورة هتبقى كده دولة مبارح لوحة اعلانية وقتها لأكتوبر البلد وقفت لوحة اعلانية لأكبر اكتوبر بلد وقفت يوم العاصفة طيب لو ما عندكش طرق اخرى كان هو الطريق الرئيسي كبر اكتوبر كان حصل شلل في كل نحاء القاهرة والجيزة لكن النهاردة لا الناس تبعت لبعضها ما تروحش ناعد اكتوبر عادي في مكان اخر فكل بقى اللي جاي مش عارف من تحية مصر واللي جاي من محور واللي جاي من الاوسطي واللي جاي ما عندك بدل مصار عندك اربع خمس عشر عشرين مصار عشرين مصار لو انت رايح شرخ القاهرة او شمالها او جنوبها او غربها ما بأس زمان دنيا تغيرت اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة